يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل سورة الفاتحة هي من أعظم سور القرآن الكريم وسميت بأم الكتاب هل يعرف أحد لماذا سهب سورة الفاتحة بأم الكتاب ولئي أخبرك سورة الفاتحة ليų سورة الفاتحة بأم الكتاب بأنه رأي نشاهد رأينا سورة الفاتحة JOHN 7 لأم الكتاب shawal وام الكتاب يقوم بتضع تجاه شكر العلبي وفضل المخدام الجنسي لأكبره ما كنا سأخبرك وانك كلام الجنسي نحن نريد واحد حتى يجاوب الجمهور إن ماذا رأيوه سوقنا أخبرك شكرا لأنه يجاوب أم الكتاب نقول أن سميت أم الكتاب لأن أول شيء تراه في المصحف هي الفاتحة لو فتحت أول صفحات في المصحف وفي القرآن الكريم سوف تجد الفاتحة موجودة في المصحف هي ترتيبا فهي أم الكتاب ولكن تنزيلا فهي نزلت هذه الصورة ليست كأول صورة ولكن ترتيبا في القرآن الكريم فهي نزلت فهي مرتبا في أول صورة في القرآن ولذلك سميت في أم الكتاب لأنها ليست فقط جماعة ما بين الترتيب وإنما جماعة أيضا ما بين العبادات والحمد بلية منتقل لنمكان سورة الفاتحة هذه صورة أم الكتاب لأنها مرتبطة سورة مرتبطة سورة الأولى القرآن jadi kalau kita membuka القرآن لأنها مرتبطة سورة الأولى القرآن لأنها مرتبطة سورة الأولى القرآن لأنها مرتبطة سورة الأولى القرآن فبالتالي أقل يوم يصلي فيه الإنسان المسلم يصلي 17 ركعة ويقرأ سورة الفاتحة 17 مرة مناillez ، أعلم بأستوى سورة العسلاء حتى طبقة ترد في غير رعب سورة سورة الوحفة سورة سورة البطارة سورة صبع سورة عصر سورة عصر سورة العسلاء سورة ألوان ، كان في كبير المنموخة الألوان هذا كل ملاد من سورة صوت لكن لنهلم السورة سورة الصلاة فَالْفَاتِحَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الَّذِي تَبْدَعُ بِهَا السَّلَاةِ لِأَنَّكَ إِلْيَمْ تَقْرَ عِلْفَاتِحَا سَقَطَتُ السَّلَاةِ فتخيل نفسك أنك تقرأ الفاتحة خطأ يعني يوجد هناك بعض الأخطاء في الفاتحة وأنت تقرأها وتصلي ولا أحد ولم تسأل أي شيء ولم تتعلم التجريد أو التلاوة ولم تصحح هذه الأخطاء وبدأت تصلي وأنت عمرك سبع سنوات وانتهى بك الحال مثلاً حتى سبعون عاماً وانت تتقرأ الفاتحة طوال هذه السنوات بطريق الخطأ فَبَادَ تَتَتَوَقَّعْ مِنَ اللَّهِ أَدْيَاً بَلَمِنْكَ فِي الصَّلَاةِ وَالصلاة في الأساس هي عمود الدين فمن لم يقمها سواء لم يصليها أو لم يقمها بالشكل الصحيح فقد هدم الدين لذلك عندما تذهب يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى فتقول يا رب والله عبدتك سبعون عاماً عبدتك ثمانون تسعون عاماً يقول لك انظر إلى صحيفتك فترى أن الصلاة يوجد بها يعني أنت صليت سبعون عاماً ولكن لم تأخذ الحسنات لسبعون عاماً إذن أين الحسنات؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى أنت مسلم أنت مسلم وكان واجب عليك أن تتعلم كيف تصلي وهناك كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصلاة صل كما رأيتمون يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي واجب عليك أن تحرف أهم أساس الدين على وهو الصلاة يعني كل العبادة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة النبي صعد إلى السماء إليها ثابت متعلق工 آيه آيه آ الإسلام يعني sang نبي صلى الله عليه وسلم وقال له بلغه كذا ولكن إذا كان الأمر كبير جدا فأنا أستدعي الوزير نفسه أقول للوزير تعال إلى مكتبي فعندها الوزير سوف يعلم أن هذا الأمر فيه جلل أن هذا الأمر يعني شيء عظيم رئيس الدولة يستدعيني دائما يرسل لي شخص لماذا يستدعيني الآن وهكذا حدث مع ممي صلى الله عليه وسلم أرسل العبادة للنبي إلا الصلاة قال له تعالى إليه يا محمد تعالى إصعد إلى السماء يعني إليه قبي لا ي mammci المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أول شيء أعو عين 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 يجب أن تكون العين واضحة جدا وإلا سوف تتحول العين إلى ألب ألبك عين 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 نعم هناك كثير من الطلاب يقول أعو أعو هذا خطأ لأن العين في هذه الحالة أن تأكلت العين وضعتها في داخل بطن فيجب أن تنفذ العين صحيحا تقول الواو يجب أن تحرك شفتيك للأمام يجب أن يلمسل لسان الأسنان لسان يجب أن يلمسل لسان الأسنان أحسنتم أعوذ بالله نعم الكسرة مهمة أعوذ بالله منش أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان لا تقول الشيطان لا تقول الشيطان لا ليس الشيطان لا تقول طاق ليس طاق الشيطان الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ولكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم نعم هناك بعض الناس الشفاء هنا متجمدة فهو لا يستطيع أن يبتسر أليان قتل اليوم فلا كلا نوصل يوم أراجم أساكا تربوكا أراجيم أراجيم أرحيم أرحيم أضالين أضالين مستقيم مستقيم نستعين نستعين لا ابتسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ب ب بسم 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 لا تقول بسم لا تقول بسم الله هذا خطأ لأن الباء وضعت بقليل من السكون وإنما الباء مكسورة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا تقل الرحمن ليست الرحمن وإنما الرح الرح بسم الله الرحمن الرحيم الراح لا تكررها ولا تأكلها لنقل الآن لدينا الشه الشه لا تقول الشه 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 طا را ح ح إيم رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ليس الحمد لا تقول الحمد 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 لله الحمد 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 لله رب العالمين لا تقل الآلمين ليس الآلمين وإنما العالمين العالمين نعم، أنتم الآن تبتسمون جيدة صدقائي السلام قتب أرّه هل تستطيعون نقطة أرّه؟ ليس أرّه لا تقل أرّه لا، ليس الرّه، هذه ليست مصابقة رّه أرّه 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 الآن ننظر مالك يوم الدين لا تقل مالك يوم الآن هذه مالك يوم أنت أكل فالكاف وهذا يدل على أنك جائع لا مشكلة هذه لكن يجب أن تكون الكاف واضحة ومكسورة لا تقل مالك يومي أنا لم أسمع الكاف لذلك تقول مالكي مالكي مالك يوم الدين لا تقل مالك يوم الدين ليست يوم يوم أسهل من يومي ولكن في الأصح أنها يومي مالك يوم مالك يوم مالك يوم هناك بعض الناس يقول هذا خطأ لا تقل لا تقل لأنك تضغط على الياء وتشددها أكثر من اللازم ولكن لا تقل مالك يومي 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 هذه الشديدة وأنت تكسرها بشدة وهذه شدة لكن لطيفة نعم الخطأ الثاني الخطأ الثاني هناك الخطأ الأول أن بعض الطلاب يضغط على الياء النبي نعم في ذات البشدة نعم البشدة الأول تقل مالك الأول هاتخ بدّه الذي تقل مالك يجب أن تزيد في الثانية والأفضل أن يكون بنافس المستوى في الظنطر إياك نعبدو وإياك نستعيم jadi kata beliau jangan ditambah-tambah disini إياك نعبدو وإياك jadi disini pendek, disini panjang kata beliau usahakan sama seperti itu لا تقول نعبدو أين العين لذلك نقول نعبدو إياك نعبدو وإياك نستعين إياك نعبدو وإياك نستعين نستعين الأسنان فوق بعضهم هكذا نستعين 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 إياك نعبدو وإياك نستعين إياك نعبدو وإياك نستعين نستعين هناك ابتسامة في الآخر نعم لذلك نستعين إياك نستعين إِهْدِينَ 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 الْهَاء يجب أن تكون واضحة ولطيفة لا تقول إِهْدِينَ أنت لا تُحارب يقول بلوك أنت أسلام أرang نعم جلس لكن بلمبود جلس لكن بلمبود تكون واضحة ولطيفة ولا تقول إِهْدِينَ أين الْهَاء أنت أكلتها لا تقول أَهْدِينَ لَا تَقُلْ إِهْدِينَ وإن إِهْدِينَ 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 أَصِّرَاطَ لا تقول أصْل ليس أصْل أصْل أص أص أصاد أصين أص أص المس المستقين أص أص أصراط 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 لا تحرق شبتين لأنها لا تحتاج إلى حركة لا تحرق قبول لأنها لا تحرق ببير أصراط أص 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 المستقين الأص أص أص السراط المستقيم السراط المستقيم السراط الذين ليس الذين لا تقول الذين أو الذين وإنما الذين ذا الذين سراط الذين سراط الذين أنعمت سراط الذين أنعمت 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 سراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين المغض نعم هنا نأتي للحرف المغض أو حرف الغيب المغض لا تقول المضوب أو حرف كيف ينطقها المغض المغض نعم تدمج ما بين الجيم والغاء ليس دمج ما بين الجيم والغاء حتى تخرج سليما هذا خطأ لأنك لم تنطق جيم ولم تنطق غاء نعم ولذلك تقول المغض بعد حرف الغيب في المغضوب هناك حرف الضال والضال قوي جدا وهو أقوى حروف اللغة العربية ولذلك عندما تقول المغضوب حرف الضال يحاول أن يأكل حرف الغيب لذلك الكثير من الناس يقول المغضوب أين الغاء لم يستطع أن ينطقها لأن الضال قوي ولذلك يجب أن توضح الغاء والضال ولذلك تقول المغضوب المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطال ناتي الآن لشيء في الآية هذه الآية الأخيرة عدد آيات سورة الفاتحة في المصحف سبع آيات ناتي الآية سورة الفاتحة في المصحف سورة الفاتحة في المصحف سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا يستطيع نفسه قصير فلا يصل إلى النهاية نحن نوصله لا تقلقوا نوصله كالتالي يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطال يقف لا يقف عند غير وإنما يقف عليهم إذا كان يتحدث إن قد تنسى أنه يغطى لو أستطيع أستطيع أن يسهل لا يستطيع الأنفذ إذا كان مدفع لذين خلالهم فإلى أسفل وإلى أسفل إلا أسفل فإلى أسفل لماذا؟ لأن غيري كلمة مكسورة في الآخر والقرآن الكريم لا يبدأ بكلمة مكسورة إلا إذا كانت في بداية الآية فقط لذلك نعيد نقول مع بعض صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم لا تستطيع أن تقول ولا الضالين لماذا؟ لأن الآية مقصوصة والمعنى مقصوص صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم رحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم القيم إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإياك نستعين ما شاء الله ما شاء الله قراها ممتازة يا حامل القرآن قد خصك الرحمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر